إلى الأسبوع المقبل وتحديدا إلى ما بعد عودة رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي من روما حيث التقى الخميس البابا في الفاتيكان تتوجه كل الأضار الحكومية فهل نكون أمام تعديل في استاتيكول جلسات المعلقة على مطلب الثنائي الشعي البطار أولا وبعدها تأمين المخرج الآمن لاستقالة وزير الأعلام بعد تأدي الجمعة الجاية سيكون في تكشف حول ما قالت إليه هذا الأمور وخاصة اجتمال الحكومة ممكن نكون أمام دعوة الأسبوع المقبل هذا أمر وارد بس كمان عم إليك في تفاصيل مرتبطة فيه هيدا الأمور تنضج تدريجا وبعتقد قطعت مرحلة أكثر من سيناريو يحكى به لحل مسألة المحقق العدلي طارق البطارة من بينها ما حكي عن دور لمجلس النواب عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية إلا أن أي سيناريو لم يحسم قد يكون أحد الحلول مطروحة إذا كان بدي يكون مبادرات على المستوى الدستوري أو تقديم مشهيرية محددة لحتى موضوع تفعيل المجلس الأعلى لحكمة الوزراء والرؤساء فهذا أمر عند المجلس نيابي بعتقد كذلك قد يكون في مبادرة وقد لا يكون إنما هذا أمر مطروح وفي هذا السياق كشف درويش عن دعوة لانعقاد جلس عام لمجلس النواب قريبا فهل يكون الأمر مطروحا على جدول الأعمال؟ بعتقد يعني خلال فترة زمنية ليست بطويلة سيكون هناك دعوة لانعقاد جلسة عامة للمجلس النواب وهذا الأمر عند دولة رئيس بري على جدول أعمالها؟ هذا الأمر ما فينا نأكده وما فينا نأكده لأنه بدي يكون مبادر من بعض النواب فبالتالي هذا الأمر يعني وارد إنما لنصح فيه تأكيده نحن عم نحكي بالمجلس نيابي إذا قدم مشروع قانون يبت بلاحظته وعلى أساسها يصير في سيناريو قابل للتطبيق وبالنسبة لدولة رئيسنا جميعاتي أصبح واضح أنه عمل مروحة اتصالات داخلية وعمل هلأ مروحة اتصالات خارجية يعني ما حدث اليوم في الفاتيكا هو استكمال لموضوع غلاسكو وحتى الجولات اللي عم يعملها فبالتالي بعتقد الأمور نضجت إلى حد ما خلينا نترقب الأمور للأيام القادمة القليلة إذا ما حلت قضية البطار فالاستقالة إرداحة بتت محسومة؟ أصبح واضح أنه نزع فتيل الأزمي يبدأ بالاستقالة مع كامل الاحترام وفي إطار الحديث عن سيناريوهات استقالة إرداحة تحدث البعض عن إمكان طرح إجراء تعديلي وزري يشمل وزرين إضافة إلى إرداحة وفي هذا السياق علقت مصادر مطلع على جواب عبده بأن أكثر من سيناريو يحكى به كحل إلا أن الأكيد أن أي قرار نهائي لم يتخذ بعد وتشدد المصادر على أن تنحية البطار قرار قضائي بحت وإذا أراد المجلس نيابي أن يباشر بعملية الملاحقة فليباشر سائلة في الوقت نفسه لما لم يبدأ سابقا بهذه العملية؟ أبل انتظار ماذا لو تعثرت الحلول؟ هل يفعلها ميقاتي؟ فيدعو لجلسة بمن حضر ليسجل موقفا تجاه المملكة؟ لما أعتاد بالنهاية الرئيس ميقاتي متطر يسجل موقف لحده بحكم هو وجوده بالإجمال يعتبر أنه نصب عينه المصلحة الوطنية اللبنانية وخاصة بما يقرأه حاليا من واقع اللبناني يعيش ومن واقع أقليمي يعيش فبالتالي عمليا لا سيكون هناك نزعه لخفض منصوب التوترات وليس العكس إذن هذا السيناريو لن نصل له نقول لدرويش فيرد بكلمتين إن شاء الله لا